مبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عام المؤتمر صحفي وقال فيه ان مصر بتسير بخطة واثقة لتأمين اكبر قدر من احتياجاتنا من السلع وقال للدولة بتحاول ان تزيح عن المواطن عبء الاثار النتيجة عن الازمة الروسية الاوكرانية وقال كمان انه هيتم اطلاق معارض اهلا رمضان بالمحافظات الاسبوع اللي جاي وهتكون شغالة طول شهر رمضان كمان في المؤتمر الصحفي قال رئيس الوزراء انه المواطن عليه دور في الازمة الحالية وهو ترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع وطمن المواطنين وقال انه الدولة المصرية عندها مغزون يكفيها من السلع الاساسية لحد نهاية العام وفيه متابعة يومية للسلع في الاسواق ولن يتم السماح باحتكار او تخزين اي سلعة المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تم تداوله من اعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة بتزعم تقديم عقود للعمل خارج مصر مقابل دفع مبالغ مالية المركز تواصل مع وزارة القوى العاملة واللي نفت هذا الكلام وقالت انه ما فيش اي اعلان عن عقود عمل في الخارج بمقابل مادي وان الاعلان اللي بيتم تداوله على سوشيال ميديا اعلان وهمي ولم يصدر عن الوزارة واي فرص عمل جديدة هيتم الاعلان عنها رسميا على موقع الوزارة